ترجمة نانسي قنقر كما كشف المدير التنفيذي للانتخابات عن تسجيل زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة إذ وصل عددهن إلى 107 مترشحة من إجمالي عدد المترشحين في انتخابات 2022 ولفت أن قوائم المترشحين ستعرض يوم غادين الاثنين في اللجان الإشرافية حسب كل محافظة وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها وكذلك الطعن على قرارات اللجان الإشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة وقال المدير التنفيذي للانتخابات إن اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب تلقت 369 طلبا للترشح لعضوية مجلس النواب للفصل التشريعي السادس منهم 83 امرأة وذلك عن جميع الدوائر الأربعين بمحافظات المملكة كما تلقت 192 طلبا للترشح لعضوية المجالس البلدية منهم 24 امرأة وأكد المدير التنفيذي للانتخابات أن هذا الإقبال الواسع على الترشح وفي جميع المحافظات يجسد الوعي والاهتمام الوطني بالاستحقاق الانتخابي ودوره في عملية التطور الديمقراطي والمساهمة الفعالة في البناء على ما تحقق عبر المؤسسات الدستورية وثمن المستشار نواف حمزة مدى الحضور البارز للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية ومشاركتها السياسية والساماتها في البناء الديمقراطي الوطني ترجمة نانسي قنقر